ترأس السفيرة الدكتور يوسف عبد الكريم بوشيريا المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية وعضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ترأس وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع التنسيقي الثاني بين قطاع حقوق الإنسان في وزارة الخارجية مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي عقد في العاصمة الإماراتية أبو ظبيل وتم خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون والتنسيق المشترك وأفاق العمل المستقبلي وتبادل خبرات في مجال حقوق الإنسان لا سيما على صعيد تطوير الآليات الوطنية الحكومية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في البلدين كما تم بحث مجموعة من الأفكار والمقترحات المتقدمة بشأن إمكانية توأمة بعض النشاطات والمبادرات الحقوقية المطروحة من الجانبين وخاصة على منصة العمل متعدد الأطراف بجينيف ونيويورك هذا وقد تم خلال الاجتماع عرض آخر المستجدات المتعلقة بتجربة مملكة البحرين في تنفيذ مشاريع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2022-2026 وفي نهاية الاجتماع أكد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك بما من شأنه تطوير منظومة حقوق الإنسان ودولة القانون في البلدين الشقيقين تحقيقا لتطلعاتهما وأهدافهما المشتركة تحقيقا لتطلعاتهما المشتركة باستخدمة البحرين تحасти المطروح اشتركوا في القناة